ولكن عندنا قضية كانت قضية الساعة فترات طويلة جدا اتكلمنا عنها وهي فكرة احمد احمد انا عايز اقول ان احنا في البرنامج ده تحديدا كان لنا مواقف قوية جدا مع فكرة ما يحدث تحديدا في الكاف خاصة في عهد احمد احمد واتكلمنا عن حاجات كتيرة جدا واخطاء كانت يعني الكل كان اجمع عليها وكان شايفة وتحديدا في نهائيات مباريات بشكل مختلف جدا وازمة الوداد والترجي عقبنا بما فيه الكفاية عن موضوع عهد احمد احمد ولكن لجنة الاخلاقيات في الفيفا بتصدر قرار من وجهة نظري هو قرار مش بس براءة عمر مصطفى امراد فاهمي ولكن هو قرار لفكرة ان كل انسان شريف لازم يكون مع القرار ده لان بالفعل كان فيه مورسات غير طبيعية بتتم في الكاف وبالتالي زي ما هرقكم شايفين على الشاشة لجنة الاخلاقيات في الفيفا بتوقف احمد احمد عن ممارسة جميع الانشطة المتعلقة بكرة القدم سواء الادارية او الرياضية وغيرها على المستوى الوطني والدولي لمدة خمس سنوات يعني نقدر نقول خلاص موضوع احمد احمد انتهى ونستعد لما هو قادم ولكن المقلق في الموضوع ان احمد احمد كان رئيس الكاف ولكن في لجان موجودة وطبعا سيستم معروف فلازم يكون حرصنا كل الحرص لو عايزين نصلح اي فساد فلازم برضو نركز مع اللجان وانا اخشى ما اخشى لان طبعا المرحوم عمرو مصطفى مراد فاهمي هو تربية النادي الاهلي طالح حتى من مدرج النادي الاهلي فأتمنى يا فارس ما يكونش فيه اي عواقب كنوع من انواع ايه رد على النادي الاهلي في مباراة النهائي لان ده بتخوف انا بالنسبة لي وصلني سحمد اعتقد احنا تكلمنا في النقطة دي تناقشنا فيها حتى قبل الهوى في فكرة اللجان زي ما انتقول الاتحاد سياسات مش اشخاص اكيد الاشخاص اللي بيديروا الاتحادات بيكون لهم تأثير لانه هم اللي بيوجهوا السياسات بس في النهاية اذا تخلصت من احد مش معنى كده ان احنا عندنا تحفظ على اللجان اكيد في تحفظ بنقوله في وقته انما عندنا مخاوف اهردنا المخاوف دي زي ما احمد قال بس بالنسبة بقى للشخص اللي كان هو اللي رمى الحجر في الماء الراق عمر مصطفى فاهمي اللي في القلب ليه حرارة لا تبرد بعد رحيله يمكن القرار ده هو اللي كان خلى الموضوع شوية اهدأ وعايز اقول حاجة ياريت الناس ترجع التوقيتات فيما يخص الاجتماعات التي وجهها عمر فاهمي فيما تخص الشركات الرعية فيما يخص شركات الملابس فيما يخص حتى بداية الملف نفسه كل دول يا احمد كنا جزء هنا بنتكلم في كل مرة عن عمر فاهمي عمل كذا في وقت كان كتير جدا ما بيتكلمش ولو راجعنا البرنامج ده هنلاقي المقاطع اللي اصار فيها القضية دي كانت كتير جدا لان احنا كنا فعلا شايفين ان في حد بيغير حاجة بشكل استثنائي بالتأكيد بس انا عايز اقول لك حاجة يعني انت لو جيت تبص فيه اشياء قدرية كتيرة جدا يعني تقريبا وفاة عمر مصطفى مرات فاهمي كانت 23 فبراير بالزبط بعد 9 شهور 274 ليلة في مجبره او في تربته رجع له حقه ومش بس حقه لأ حقه كمان لوالده والده الرباة تربية كويسة جدا هو هيشيد بيها ونتابع الكلام ده في حوارنا ولكن والده ايضا اتعرض اشعاعات كتيرة جدا واتهمات كتيرة جدا لمجرد ارتباط اسمه في النادي الاهلي فاعتقد فارس براية عمر مصطفى مرات فاهمي براية النادي الاهلي كمان ممكن احمد الاغلبية شايفة اللي احنا شايفينه والناس كلها حاسة ان عمر فاهمي اخيرا اخيرا نقدر نقول ان هو ينام مرتاح لان هو حقق اللي هو كان عايزه بعد رحيله بس في حد دايما بيشوف الامور بعين تانية بس احيانا العين التانية دي بتكون عين فيها جزء انا مش عايز اقول من السودوية ولكن فيها جزء من عدم العدالة في عرض الموقف فيها جزء من التجني فيها جزء في اللحظة اللي لازم كلنا نسقف للشخص هو بيشوفه بعين تانية تعالوا نشوف العين بتاعت كابتن خالد الغندور شافة الراحل عمر مصطفى مرات فاهمي ازاي عمر مصطفى مرات فاهمي قال ان احمد احمد فاسد قال هذا الكلام قبل وفاته بشهور ولكن عمر قال هذا الكلام بعد اقالته من منصبه وتعيين رجل مغربي مكان عمر مصطفى مرات فاهمي فاكرين اذا اللي انا عايز اوصل له ايه يا جماعة ربنا يرحم عمر يا رب عايز اوصل ايه ان يا جماعة اللي بيحصل ده بيبقى توقيته توقيت انتخابات ومناصب انتخابات ومناصب واللي انا عايز اقوله لو انا شفت بني ادم فاسد وبتعامل مع بني ادم فاسد لازم اقول انه هو فاسد لا انتظر انه هو ياخد قرار ضدي او اي حاجة لازم اقول انه هو فاسد حتى لو انا بشتغل معاه وحتى لو انا في المطبخ دي لعين الكابتن خالد الغندور شاف بيها الراحل عمر مصطفى فاهمي في لحظة خاصة جدا فيما يخص التوقيت او ان الموضوع والاتهامات اللي وجهت لرئيس الكاف كانت بعد اقالة عمر فاهمي حيكون لنا واقفة مع اسامة معاه بس انا حابب اتكلم في نقطتين اثرهم فكرة المبدأ ان لو انت عندك مشكلة مع حد ما تستناش تخرج عشان تقولها اعتقد مش عمر مصطفى فاهمي ابدا اللي كان بيغار مبادئه واللي كان بيغير علاقته باشخاص على حسب ما كان تواجده انت عارف كويس مين اللي كان بيعمل كده ده رقم واحد الرقم التاني لو انت بتتكلم في موضوعية اللي بيتقال ان اتهامات عمر مصطفى فاهمي من رأيك ما كانتش موضوعية لان كان وراها غرض اللي هو خروجه من الكاف حابب اقول لك ان انت نفس الشخص اللي استشهدت من ايام بعمر مصطفى فاهمي ورأيه في الحكم اللي انت كنت متخوف انه هو يتعايل لفريقك واعتقد ان كان برضو الكلام من سلسلة كشف الفساد الكتير اللي كان بيتكلم فيه عمر مصطفى فاهمي كان اولى انك تشوف ان الكلام ده كان طالع برضو لغرض ان عمر خرج من الاتحاد فبيهاجم بكلام مش موضوعي لأ انت استشهدت بيه ورفعت كلام وعارف ليه لان جواك حاجة مخليك واسق ان عمر عاش ومات صاحب قضية مش اي حد يعرف يفهم يكون صاحب قضية ازاي وعشان كده فارس يعني دايما بنقول يعني كان بيننا احياء وهم كالاموات وعمر مصطفى مراد فاهمي ازا كان توفاه الله لكن سرته دايما هتكون حية بنا والحقيقة يعني انا مش عايز ناخد الموضوع لسكة البعر يتذكر يعني او يتكلم ان احنا بنتكلم كابتن خرج اندور فوقدنا اهلي وزمالك لان الحقيقة فيه اعلامين زمالكوية كتير جدا اشادوا بعمر مصطفى مراد فاهمي والحقيقة انا قلت الموقف اصلا ده هو موقف لكل يعني حد نفسه يقضي بالفعل على الفساد مش بيردد شعرات ان احنا عاوزين عدالة وشعرات قضاء على الفساد وهو لو استفاد من الفساد ده فاهلا بالفساد هو ده المهم جدا في القضايا يمكن حتى بعض الاعلاميين يعني مثلا الكابتن احمر حسام ميدو اشادنا به هنا قبل كده وانتقدناه برضه قبل كده لان الموضوع حسب الموقف وحسب الرأي واحنا ما عندناش علاقات شخصية او عداءات شخصية او حتى اختلافات مع الشخص احنا مع رأيه دايما كان له رأي عن عمر مصطفى مراد فامي في 2017 وشايف ان السبب تعيينه والده المهندس مصطفى مراد فامي ثم في 2018 كان داعم لفكرة احمد احمد وبيقول انه ادمعاه ضد الفساد ولكن بالامس عمل جزء كويس جدا عن عمر مصطفى مراد فامي واشاد بعمر مصطفى مراد فامي وانه كان عنده حماس شديد جدا للقضاء على الفساد والجميل كمان ان عمر مصطفى مراد فامي خلى القضية مش اهله زمالك بدليل نوة استعان بميدو وكمان استعان بزميل اعلامي برضو اتكلم عن الموضوع ده بشكل مهم جدا ويوضح لكابتن خالي الغندور ان الشكوى اللي صدرت من عمر مصطفى مراد فامي اللي توفى وهو عمره 37 عام كان وهو بيقبض الاف الدولارات من الاتحاد الافريقي ولكن رفض ان هو يقبض فلوس في الزل وجود فساد فتعالوا نشوفوا اعلامي اخر بيتكلم عن قضية عمر مصطفى مراد فامي وتحديدا في توقيت الشكوى ليه بقى بنحكي الكلام ده يوم الخميس اللي جاي سيحدث هذا الصدام بين المصري عمر فامي الامين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم والملجاشي احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسيقوم عمر فامي بتقديم هذه المستندات امام المكتب التنفيذي في وجود احمد ليقول انه هذه المستندات بها شبه التلاعب انا لم اوقع عليها ولم اقبلها على الجانب الاخر احمد سيقوم في نفس الجلسة يوم الخميس اللي جاي ويقول انه عايز يعمل تغيير ان مثلا معاد حجي المغربي اللي هو يعتبر دلوقتي نائب عمر هو اللي يتولى المنصب وهيتم تغيير الادارات وبمجيبها اذا صوت الحضور سيرحى العمر عن المنصب يوم الخميس والجمعة بعد هذه الجلسات العنيفة ربما لن يستمر السنائي ربما يستمر ربما لم يستمر السنائي وربما يستمر احدهم وطبعا رئيس كاف وسكرتير معروف مين اللي يستمر انا هنا حابب اشيد بالزميل هاني حتحوت لان هو ده الاعلامي وهو ده المهنية والموضوعية في الامر اكون انا عارف المعلومة كويس اوي فبالتالي هكون رأي محترم ورأي نزيه ورأي سليم لكن لما انا يكون مش عندي المعلومة هطلع اقول ان عمرو مصطفى مراد فاهمي بعد ما ساب الكاف فراح بشكل انتقامي يعمل شكوى ضد رئيس الكاف طب هنا وارد جدا وطبعا بنحترم الزميل هاني هتحوت لكن وارد البعض يقول لك ما هو زميل مصري وهو اشاد بعمرو مصطفى مراد فاهمي وكان في الجلسة اللي جمعت ميده بعمرو مصطفى مراد فاهمي الزميل هاني هتحوت لا كمان هنروح لوكالات اجنبية وكالة رويترز اللي اعلنت عن التوقيت بتاع شكوى عمرو مصطفى مراد فاهمي اللي تم اقالته في ابريل 2019 نستعرض صورة خبر رويترز على الشاشة وتقروا بالضبط الجزء بتاع التي ارسلها اللي هو البراجراف الثاني التي ارسلها فاهمي في 31 مارس الى لجنة تحقيقات في الفيفا واطلعت عليها رويترز هنا مهم جدا احمد احمد بيصدر اوامر لامينو العام بدفع رشاوة 20 الف دولار وتكلم عن كل قضايا الفساد اللي تكلم عنها احمد احمد ده في 31 مارس يعني الراجل بوضوح جدا وهو سكرتير عام الاتحاد الافريقي منصب يتمناه اي شاب في سنه ومع ذلك رفض وجود فساد لانه متربي صح يا فرس متربي صح يا احمد وعارف قضيته وكمان المهم ان ناس فيه بتربط بتقول الاحمد احمد اقل اسباب اخرى قضيتين اساسيين القضية الخاصة باسناد قبل بطولة امم افريقيا المحلين عشان فيه ناس ما تبعدش القضية من ايام عمر فهمي كانت الفكرة ان تم اسناد عقد لشركة جديدة لتوريد ادوات رياضية بما يقرب من مليون دولار مع ان العقد السابق اللي مع شركة تانية كان بمتين وخمسين الف دولار القضية دي كانت من القضايا الرئيسية اللي ثبت اتهام احمد احمد فيها وكمان اعطاء نوع من انواع الهدايا لاتحادات هي دي الفكرة انك بتتكلم بمستندات وصح وزي ما شفنا رسالة للصحفيين والتغتال الصحفية برضو فكرة المصادر قالك طلعنا على المصادر فلازم نتحرد دقة بس اعتقد ممكن الناس تسأل طيب كابتن خالد الغندور بيسأل دلوقتي ممكن يكونش يعرف مطلعش السبب انه هو لما اقيل اخد موقف بس بيسأل برضو اخد الموقف ليه هنعرفك اخد الموقف ليه لما نطلع ونسمع عمرو مصطفى فان لازم بتعمل ما كله تقدر عليه وتدعي وربنا بعمل لازم تقتنع انت اتقامل انت صح ما تبدأش بتعمل حاجة عشان هتوصل لحاجة انت بتعمل واللي بيحصل يحصل انا الحمد لله انا متراضي على كده الصحة صحة والغلط غلط اتريد اجمع الغلط وما مقستش انا ما فيش سكرتير عام في التاريخ سواء في التحاد للأفريقيا وفي الاتحاد او اي تحاد انا او سكرتير عام في اي اتحاد قري هي من اللي انا عملته انا لن اسمح المولادة بتاعي كان كبير الحمد لله لن اسمح ان الفلوس توكنني لن اسمح ان انا بفاصل زي زي دا حوالي انا كان اهتماني بالوظيفة ان تنظيف وتحسين وتكبير الكرة الافريقية في جميع المسابقات وده اللي على اساسه قبلت الشغل تربية المستغني تربية عمرو مصطفى فاهمي اللي عمرو قال ما حسمح ان فساد يحصل وانا موجود عشان انا مش مستني حاجة ومعنديش حسابات يا كابتن خالد يا تايش احمد احمد يا تموت عمر مصطفى فاهمي رحمة الله على عمر مصطفى مراد فاهمي والحقيقة يعني كان عندنا كمان تعقيب من الوزير السابق المهندس خالد عبدالعزيز وكان بيوجه الرسالة لوالد ووالدة عمر مصطفى مراد فاهمي تأكيدا على فكرة التربية وتحديدا في اليوم ده اليوم اللي اترد فيه اعتباره وترد فيه حقه حتى وهو ميت لذلك دايما بنقول في ناس هتعيش احياء ما بنا وهم اموات وناس هتعيش اموات وسطينا وهم احياء هي دي الرسالة اللي نقدر نطلع بيها من عمر مصطفى مراد فاهمي ابن مصطفى مراد فاهمي سكرتير عام الاتحاد الافريقي ابن مراد فاهمي سكرتير عام ايضا الاتحاد الافريقي اعتقد لهو ولا والده ولا جده يقبلوا فساد وبالتالي هم نمازج مشرفة وبنشرف بيها دي كانت قضية عمر مصطفى مراد فاهمي اشتركوا في القناة